بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يتجدد اللقاء بحضراتكم في برنامجكم أخلاق أسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بخلق رسول الله وأن يؤديبنا بأدابه اللهم أمين كنت بتكلم مع حضراتكم عن الاستقامة وقلت أن الاستقامة هي لزوم المنهج القويم حتى بنقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم اللي هو إيه لو الطريق القويم إلا هي وصلنا للجنة ونبقى مع سيدنا النبي في الجنة وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاستقامة وأمر النبي بها فقال فاستقيموا إليه واستغفروه وقال لسيدنا رسول الله فلذلك فادعوا واستقم وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوم طيب المرة اللي فاتت قلت لحضراتكم أني في أسباب بتعين على الاستقامة إيه هي الأسباب اللي بتعين على الاستقامة قلت أول حاجة الإخلاص نمرة اثنين الاستغفار والتوبة نمرة ثلاثة المراقبة والتقوى نمرة أربعة التوبة والأوبة نمرة خمسة الدعاء أن يدعو الإنسان ربه أن يسلك به مسالك أهل الاستقامة اهدنا الصراط المستقيم من الأسباب أيضا التي تعين على الاستقامة محاسبة النفس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنَ عَلَيْكُمْ وَتَهَيَّأُوا لِلْعَرْضِ أَرْضِ الْأَكْبَرِ عَلَى اللَّهِ وَيُهَذِّبُهَا وَيُؤَدِّبُهَا وَيُرَبِّيْهَا وَيُنَقِّيْهَا وَيُرَقِّيْهَا يبقى هو دا الإنسان العاقل الذكي الفطن قال جل وعلا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا تحاسب نفسك وإنت في الدنيا كان سيدنا عمر عنده جلدة وكان يضرب نفسه بها بالليل يسميها الضرة يضرب نفسه بها ويقول ويحكي يا نفس عمر أما آن لك أن تتأدبي وتتهذبي إذا كان عمر بن الخطاب بيعمل كذا اللي كان الشيطان لو شافوا في طريق بيمشي في طريق تاني زي ما النبي قال له إيها يا ابن الخطاب والله لو لقيك الشيطان في فج لسلك فجا غير فجك يا عمر الشيطان بيخاف من سيدنا عمر ويغير الطريق اللي بيمشي فيه سيدنا عمر يحاسب نفسه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان يبقى من الأسباب المعينة على الاستقامة محاسبة النفس أيضا من ضمن الأسباب التي تعين على الاستقامة المحافظة على الصلوات الخمس ليه؟ لأن الصلاة تهذب صاحبها وأقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الصلاة بتنهك عن الفحشاء عن المنكر عن الإثم عن المعصية عن الذنب عن الفواحش عن اللمم عن الصغائر عن الكبائر من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة لذلك سيدنا النبي أول في الحديث والصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب تلك بائر هناك أسباب أخرى أيضا تعين على الاستقامة هؤلها لحضراتكم بس يخليكم معانا بعد الفاصل وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومول عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله من ضمن الأسباب التي تعين على الاستقامة حفظ الجوارح قال جل وعلا في القرآن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هنسأل عن السمع عن البصر عن إيديك عن رجليك هتسأل عن كل شيء وقفوهم إنهم مسؤولون يجي يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فخد بالك إن اللسان إن أطلقت له العنان وخاض في أعراض الناس دي ما فيهاش استقامة طب لو لجمت اللسان وجعلت اللسان لا ينطق إلا بما يرضي الله قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم أو اسكت فإنك لن تندم لو قلت خير هتغنم طب لو سكت عن شر ولم تتكلم في هذا الشر فإنك لن تندم نما لو خط في أعراض الناس بقت مصيبة كل يوم أعضاء جسد الإنسان في الصباح بتنادي على اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا يبقى السمع والبصر والفؤاد وكل الجوارح لو استقامت لوصل الإنسان إلى خلق الاستقامة أيضا من ضمن الأسباب المعينة على الاستقامة طلب العلم ليه؟ لأن طلب العلم بيعرفك الحلال والحرام بيعرفك الصغائر والكبائر بيعرفك الفواحش واللمم والإثم والمعصية والذنب طلب العلم بيخليك تؤف عند حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها ربنا حرم هذا الأمر يبقى لا تأتي هذا الأمر ولا تفعل هذا الأمر أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك الله حيث نهاك أيضا من ضمن الأسباب التي تعين صاحبها على الاستقامة الصحبة الصالحة اختيار الصحبة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ناخد بالنا من حاجة مهمة إن الصاحب ساحب قل لي من تصاحب أكل لك من أنت قل لي صاحبك مين هعرف أنت مين مصاحب الصالحين هتبقى زيهم مصاحب المفسدين هتبقى زيهم مصاحب العصاة هتبقى زيهم الصاحب ساحب قل لي من تصاحب أكل لك من أنت اختر قرينك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب واحذر مقارنة الأحمق فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجرب تصاحب مين لا تصاحب إلا من ينفعك حاله أو يدلك على الله ما قاله ويمكن أنا قلت أبل كده وهألتاني وأظل أردد هذه الكلمات صحبة الصالحين صلاح وصحبة الأولياء ولاية وصحبة المهتدين هداية وصحبة المفلحين فلاح وصحبة أهل التقوى تورثك التقوى صاحب اللي ياخد بتلابيب قلبك إلى الله صاحب اللي ياخد بأدك للجنة صاحب اللي يعرفك على القرآن والسنة صاحب اللي يقولك هذا حلال وهذا حرام صاحب اللي يزود الإيمان في قلبك إن فعلت ذلك بقت من أهل الاستقامة يبقى الأسباب التي تعين صاحبها على الاستقامة كثيرة ذكرت منها كم سبب؟ عشرة أسباب واحد الإخلاص اتنين الاستغفار تلاتة التوبة والأوبة أربعة الدعاء خمسة المراقبة والتقوى ستة طلب العلمي سبعة اختيار الصحبة الصالحة تمانية حفظ الجوارح السمع والبصر والفؤاد وجميع جوارح جسد الإنسان تسعة محاسبة النفس عشرة المحافظة على الصلوات الخمس لو عملت الكلام ده وحفظت عليه ربنا هايحسن لك الختام ودي ثمارات الاستقامة لا هتكلم عنها الحلقة الجاية إن شاء الله فاصل وارجع لحضراتك تاني صلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومول عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله وجئنا إلى الفقرة الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين المرة اللي فاتت قلت لحضراتكم صلاة التطوع والسنن المؤكدة اتفأنا اتفأنا إن الصبح له ركعتين لهم ركعتين الفجر سنة قبلية والظهر أربع قبله واثنان بعد والعصر ملوش سنة واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشة يبقوا اتناشا ركعة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صلاة الوتر الوتر ده إيه؟ ركعة بعد سنة العشاء يعني بعد العشة بتصلي الشفع والوتر الشفع اللي هي السنة والوتر اللي هي ركعة الوتر أو في رمضان بتصلي الترويح تمن ركعات وبعدين تلت ركعات واتر تلت ركعات واتر أقل الوتر ركعة وغالبه ثلاث ركعات وأكثره ثلاث عشرة ركعة ممكن تصلي الوتر تلتاشر ركعة بس الوتر لازم يبقى فردي اتنين اتنين وفي الآخر ركعة أو اتنين ووحدة أو واحدة فقط السنة اللي عملها سيدنا النبي كان بيصلي الوتر تلت ركعات اتنين ويسلم وبعدين ركعة ويسلم يقرأ ايه في الركعة الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون ويسلم وبعدين يصلى ركعة تلت الفاتحة وقل هو الله أحد وفي بعض الأحيان صلى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث ركعات في صلاة واحدة بتشهود واحد يعني الأولى الفتحة والأعلى التانية الفتحة والكافرون التلت الفتحة وقل هو الله أحد بدون تشاهد أول تشاهد أخير بس يعني زي صلاة المغرب بس بتشاهد واحد ينفع صليها كده آه ينفع تصليها كده وينفع تصلي اثنين ووحدة وينفع تصلي وحدة فقط قال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا يعني خلي آخر صلاتكم من الليل وطر بعد العشاء أوتروا فإن الله وطر يحب الوطر وفي رواية تانية فإن الله وطر يحب الوطر يعني مرة بفتح الواو ومرة بكسر الواو والاتنين صح قاله من نبي إن الله وطر يحب الوطر وإن الله وطر يحب الوطر طب يا عم الشيخ أنا ممكن أنام وقوم على أزان الفجر أعمل خذ بالحزمي خذ بالإيه بالحزم يعني صلي بعد العشاء صلي العشاء وركعتين سنة وركعت وطر وده اللي كان بيعملوا مين سيدنا أبو بكر الصديق طيب أنا هقدر يا عم الشيخ إن أنا أقوم قبل الفجر وأقدر إن أنا أقوم وصلي قبل الفجر خذ بالعزمي وده اللي عملوا مين سيدنا عمر سيدنا عمر كان يؤخر الوطر إلى ما قبل صلاة الفجر ينفع؟ آه ينفع المهم إن حضرتك وحضرتك ما تصلوش وطر مرتين في ليلة وحدة إما تصلي الوطر قبل ما تنام أو تأخر الوطر إلى قبل الفجر طيب فاتني صلاة الوطر وأمت على أذان الفجر ولم أصلي الوطر هل ممكن إن أنا أقضي الوطر؟ آه ممكن من نام عن صلاة بالليل فليصليها ما بين الفجر إلى الظهر ينفع إن حضرتك تصلي الوطر لما تؤمن النوم وينفع تصليه الصبح بعد ما تستيقظ حتى لو الشمس طلعت عليك ينفع إن أنت تصلي الوطر طيب الوطر فيه دعاء قنوط آه فيه دعاء قنوط الشافعية قالوا ده القنوط عندنا بيبقى في النصف الأخير من رمضان فقط الأحناف قالوا إن القنوط قالوا إن الوطر عندهم تلت ركعات بتسليم وحده والقنوط عند الأحناف والحنابل له صيغة اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونطرك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبيبقى القنوط في الركعة الأخيرة من الوطر الحنبلة قالوا إن القنوط أيضا في الركعة الأخيرة من الوطر الشافعية قالوا ذلك لكن المالكية قالوا إن القنوط ما بيبقاش في الوطر إنما هو مندوب في صلاة الصبح إمتى قبل الركوع قبل ما تركع تدعو القنوط عند مين عند المالكية القنوط المعروف عن ذي الشافعية بيبقى في النصف الأخير من رمضان في الركعة الأخيرة في الوطر اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إلى آخر الدعاء أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر